يستهل منتخبنا الوطن لكرة السلة مشواره ببطولة غرب آسيا عندما يلتقي نظيره الأردني في الساعة السابعة من مساء اليوم في قاعة نادي شباب فحيص المناسق الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة السلة أحسن المرسومي أكد أهمية هذه المباراة لمنتخبنا الذي يتوجب عليه الفوز فيها بغية ضمان إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة إلى مرحلة التصفيات في كأس العالم المقبلة مشيرا إلى أن منتخبنا سيخوض مباراته الثانية مساء غد الأربعاء بمواجهة منتخب إيران على أن يلاقي منتخب لبنان الخميس المقبل قبل أن يختتم منافساته في البطولة بلقاء نظيره السوري الجمعة المقبلة